اشتركوا في القناة اللي محتاجينها اللي عنده سؤال على التلقيح اللي بغي تلقح واحتل ليوصل عنده وقت الجرعة التالتة القافلة التحسيسية خدمة ساكنة عملت اقليم النوافر لمدة عشر ايام بغينا نرجعوا لحياتنا كيف ما كنا بغينا نتحركوا من جديد نديروا التلقيح بغينا نحاربوا الفيروس ويبعدنا على المراد خطوة بسيطة نقدر نحمي بيا حياتي وحبابي وترجع لحياة البلادي السلام عليكم اوليدي انا كنت في مدينة الداخلة ساكنة فيها ودرت التلقيح اللول والتاني ودابا يجي تلقي تلقافلة هنا والسيد القائد والطباء والفرمليات وكل شيء وشجعوني على التالتة وانا درتها عندي مرض مزمين ديال السكار وطمنوني وراني درت هذه التلقيح التالت ودابا نبي خيره على خير ونطلب المواطنين انت ما يدرواه معدم على شي خافه وولدي الكبير تابوي دير تلقيح ما يبقاش يخام منه وولدي شاكير دير تلقيح ولي ديره ما تخافش منه انا درتوه انا قاع مريضة بسكار وراني لاباسة ولدي معدي تاشي حاجة دير ام تلقيح ما تبقاش خام منه وولدي الحمد لله رب العالمين انا كنت دايزة وكنت هزة لهم مشيت الباح سخصيت باش ندير تلقيح ديالي وما سعدنيش لحد لقيتهم تحولوا من ديك بلاصة اللي مشيت لها وقلت للرجل تلغده ان شاء الله وليوم مشيت لواحد الغارة ديال لصيني السيس ندفعشي وراق وتميت جاية الوقت اللي انا جاية نطلقى بيوم حدا الدار قلت الله يا ربي هما جوتا لعندي وقيت كان ضحك وهذا دا برضا تلقيح ديالي الحمد لله والشكر لله اللهم ملك الحمد ونطلبوا الله يشافينا من هاد الوباء وبعد علينا هاد الوباء يا رب يراتح كان صح المواطنين كل شي ديروا الجلبات ديالهم وربي خيروا على خير الحمد لله ودير يقينوا في الله سبحانه وتعالى وفي سيدنا الله ينصروا والله يزيد في عمره ويطول عمر هاد الناس هما اللي يجوا وتالى عندنا هنا وبمحنوناش والحمد لله وشكر الله هذي كانت منهم الله سبحانه وتعالى الشفاء وبعد علينا هاد الوباء ونتمنهم الله يدروا الناس لكم ما مادية ولهم يدروا احطيات يدروا التباعد عند هاد المدركين انا برأس ما كنش مصدقة ولكن من لي جات الولاد عمي وجات للراجل ديالي وجات للحبابي وجات للأصدقاء ديالي اتأكت بان هاد المرض ما معاش للعب نهائيا وانا دبرة الراجل ديالي الله فاته كوفيد كان عسكوما وكان في الانعاش يعني دا استعالي واحد لمحنة شوية صعبة وبفضل الله سبحانه وتعالى وولداتي وبنتي عندها الضومين ووقفات مع ابا وساعداته فهد المرض والحمد لله ساعدناه كلنا ودبرة بيجاب الشيفة من عنده اللهم لك الحمد لله دبرة عيط علي باش يجي ديالجلبة التالتة لأنا سوال الدكتور قال يالي خاصي ديرها في شهر الثمانية تلدابة خاصي ديرها دبرة نعيط علي غادي نزل ان شاء الله باش يجي ديالجلبة التالتة بإذن الله كما تلاحظون هاد الحملة ديال تشجيع التلقيح وتلقيح وحدة متنقيلة عطت الانطلاقة ديالة بإقليم نواصر عطا سيد عامل الإقليم والمسؤولين على يعني حملة وحدة متنقيلة اللي كان جولوا بها الإقليم كامل قد قصد تشجيع الناس على التلقيح والتلقيح في نفس الوقت يعني عدنا حملة عدنا وحدة متنقيلة لكن نشرحون الناس فوائد التلقيح وداروا و و و نشجعون عن التلقيح نحيدوا من ذلك التخوف لأن كما تعلمون أن التلقيح هو هو الدواء ضد هذا الفيروس كما تلاحظون نحن في موجود في حي الأندلوس اللي بدأت في انطلاق اليوم انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح ضد فيروس كورونا الحملة تحسيسية وكذلك تلقيح للناس وكما كتلاحظوا هات الى شتو الوحدات هنا بالشعارات وبتلقيح الوحدة المتنقيلة وكما تلاحظون كين إقبال الناس اللي منيجينا لهذا الحي ركشتو تبدو وكيتوفدوا لنا الناس كيتساءلوا وكنجوبهم وكيدخلوا يجلبوا معنا دعمك بدون تخوف بدون أي حاجة وهذا الحملة بدأت اليوم مباشرة وعطينا انطلاق الحملة سيد العام الإقليم النواصر لتعطيها الحملة هات الصباح اليوم جمعة وباش نجوله على جميع الإقليم ونشجع الناس على تلقيح ونلقحوهم وحدات متنقيلة في جميع العقليم